برحب بكل متابعي قناة أنيمال سيكريتز معكم دكتورة أميرة مدحط في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا خصوصا للناس اللي أول مرة يتعرضولو لو أول مرة تربي كلب وجبت جروه صغير أو لو الكلبة اللي عندك ولدت ومحتاز تعمل إيه مع الجراء الصغيرة يبقى الفيديو ده ليك تابعونا بعد الفاصل لكن ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعروا الجرس برحب بيكم مرة تانية الجراء في أول أيام عمره بيكون زي الأطفال محتاج كل العناية والاهتمام وكمان تدريب وتربية أهتم بأكله ونوعيته والمكان اللي بيعيش فيه ونضافته وكمان أدربه على الإخراج في المكان المناسب وزي يعلمه كلمات يفهمها وينفذها كل ده حنتكلم عنه بالتفصيل وكمان حقول لكم مصافات أكل تتحضر في البيت مناسبة لسنهم وطريقة إطعام الجراء وحديث الولادة أول حاجة وأهم حاجة هي اختيار الأكل الجراء بعناية الجراء الصغير بيكون معتمد في البداية على الرضاعة من أمه وده أساس لنمو الجراء المتكامل لكن نوع الأكل اللي انت هتعوده عليه من البداية إذا كنت بتخطط إنك تأكله أكل البيت ولا الدرايفود لازم أكل الجراء يحتوي على كميات عالية من البروتين والدهون والفوسفور والكالسيوم أكتر من اللي بتحتاجه الكلاب الكبيرة لأن العناصر دي هي اللي بتساعدها في نموها السريع واكتمال نمو أعضاءها الداخلية في البداية الجراء من عمر واحد لثلاث أسابيع بتحتاج تشرب حليب صناعي وبيتباع مكتوب عليه إنه الاستنة ده بالتحديد ومن عمره أربعة لخمس أسابيع مسموح إننا ندخل خليط من الأكل الطري مع الحليب لأن الأسنان في الاستنة ده بتبدأ في الظهور والأكل الطري المعلب ده بيكون معد مخصوص لحديث الولادة لأنه بيحتوي على الخمس عناصر الأساسية الميا، البروتين، الدهون، الكربوهيدريت والمعادن الجراء من عمر خمس لست أسابيع بقدم له خليط من أكل الأطفال لتركيبة الدجاج أو اللحم ده بجانب الحليب ومن عمر ست أسابيع مسموح دلوقتي للجراء بأكل الدرايفود أو الطعام الجاف لأن الأسنان بتكون اكتملت كمان الجراء مسموح له بالدجاج أو اللحم المستوي التونة والستردين بدون شوك وكمية بسيطة من الخضار المسلوق والمقطع زي الجزر والبطاطس ده غير إن فيه أكلات ممنوعة نهائيا زي العظم لحتى لو مستوي الشوكولاتة لإنها بتأدي الفشل كلبي المكسطرات لإنها بتأثر على الجهاز العصبي للجراء والأكل اللي فيه بصل وطوم لإنها بتأثر على الجهاز الهضمي وبتدمر خلايا الدم الحمراء وكمان مهم نعرف إن الحليب البقري ممنوع تماما لإرضاع الجراء لإنه بيسبب له الإسهال والجفاف وكمان نسبة البروتين والدهون والكالسيان فيه وليلة بالنسبة لإحتياجات الجر وحديث الولادة طيب لو الحليب المخصص للجر في السن ده مش موجود ممكن أديره إيه كبديل يحمل نفس القيمة الغذائية حقدم لكم وصفتين أول وصفة كباية لبن لكن يكون لبن معز وواحد معلقة طعام زي الدرة رشة ملح وثلاثة صفار بيض نخلط المكونات دي جيدا وتقدم في حالة الطوارئ لو مش قادر أوفر الحليب المخصص للسن ده الوصفة التانية نصف كوب حليب مبخر كوب ماء مغلي واحد معلقة طعام زي الدرة نقطة من فيتامينات الأطفال اتنين صفار بيض ناي واحد معلقة طعام من اللبن وبرضو نخلط المكونات وانسخنها في درجة حرارة الغرفة أما عن كيفية اطعام الكلاب في أول ست أسابيع من العمر ضروري أستخدم ببرونة الرضاعة بشيل الجرو وأخلي وضعية جسمه زي وضعية رضاعته من أمه يعني بيكون نايم على بطنه ممنوع نحطه على ظهره لأن ده بيؤذل اختناقه بالحليب بساعده يدخل ببرونة في بقه لغاية ما يبدأ في الرضاعة أثناء الرضاعة بديله فترات راحة منتظمة لو لقيت فقاعات من الحليب بدأت تخرج من بقه أوقف في الرضاعة واتطمن على تنفسه لأن ده معناه أن الحليب دخل لمجرى التنفس أخلي بالي وبطأ سرعة الرضاعة وتأكد أنه في وضعية سليمة مهم جدا أن أدف الحليب لدرجة حرارة قريبة من درجة حرارة جسم الكلب قبل ما تدهوله يعني بين 38 ل39 درجة كمان مهم جدا تعقيم الببرونة قبل ما أحط فيها اللبن علشان أتجنب مشاكل الجهاز الهضمي زي الإسهال عبوة الحليب عليها نسب ومقادير مكتوبة على العبوة مهم جدا أن أمشع تعليماته نسب المزبوطة بعد ما تكلمنا عن الأكل هنتكلم دلوقتي عن نوعات سريعة مهمة جدا أول حاجة أبقى عارف كويس نوع فاصيلة الكلب الجديد والحجمه لما يجبر حيكون مناسب للتربية جوه بيتي ولا لأ بعد كده أأمن البيت كويس يعني أبعد الحاجات القابلة للكسر أرفع أسلاك الكهرباء أبعد المنظفات أو الأدوية أي حاجة فيها مادة سامة أو مؤزية للكلب رقم 3 أوفر مكان مناسب لنوم الكلب خصوصا أن الكلاب مش بتعمل إخراج في المكان اللي هي عايشة فيه ساعة الإخراج بيطلع من مكان نومه رقم 4 أوفر له أدوات الطعام والمية تكون غير قابلة للكسر وسهلة التنظيف رقم 5 تجنب المجهود الشاق أو اللعب الكتير خلال مرحلة النمو أمشي الجرو ساعة تقريبا كل يوم مقسمة على مرتين أو ثلاثة وقبل ما يخرج للشارع أتأكد أنه واخد تطعيماته في معادها الصحيح رقم 6 التطعيمات اللي بتبدأ من عمر 6 لتسع أسابيع لازم أتبع الموعيد بانتظام مع طبيب البطارين رقم 7 أهتم بنظافة فرو الجرو وأظافره يعني الفرو يمشط بالمشط الخاص بي يوميا علشان يتعود على كده وأصل أظافر مهمة جدا لو مش بتعرف تعمله صح ياريت توديه لمتخصص علشان ما تأذيهوش رقم 8 أحمي الجرو عند الحاجة فقط لأن الحموم الكتير بينزع الزيوت المهمة من فرو ويؤدي للجفاف وتأصيف الشعر رقم 9 دي خطوة مهمة جدا لازم تبدأ من أول يوم للجرو في بيتك لأن كل ما تأخرت كلما كانت أصعب وحتواجه مشاكل أكتر وهي تدريب الجرو على الإخراج في المكان المناسب رغم أن ده مش بديل عن إخراجه خارج المنزل لكنه أمر ضروري لازم أراعي أن الجرو المسانة عنده صغيرة يحتاج للتبول كل نص ساعة تقريبا رقم 10 هي تدريبه على الأوامر الأساسية عشان يبدأ يفهم كلامك وينفذ أوامرك تربية الجرو الصغير أمر مش سهل جدا زي وزي تربية الأطفال الصغيرة أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وما تنسوش لايك للفيديو وصبسكرايب للقناة دمتم وحيوانكم الأليف بألف خير